مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرحب بكم طلاب العزاء طلاب الصف الثاني عشر مسار أدبي ومع درس جديد من دروس مادة التاريخ أحباء الطلاب درس اليوم سيكون عبارة عن مراجعة شاملة وحل تدريبات الكتاب المدرسي المتعلقة بالدرس الثاني القضية الفلسطينية من عام 1948 وتطوراتها المعاصرة والذي تحدثنا فيه عن أهم الحروب التي دارت بين العرب وإسرائيل والتي تمثلت في أولا حرب فلسطين لعام 1948 وكان أسباب هذه الحرب إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين إعلان قيام إسرائيل اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بإسرائيل أما عن أطراف هذه الحرب فكان الفلسطينيين الذين عانوا من ضعف التسليح والإمكانيات الاقتصادية والدول العربية التي عانت أيضا من ضعف التسليح وعدم وجود التنسيق الميداني فيما بينها أما إسرائيل والدول المساندة لها والتي كانت تتمتع بتعداد جيش قوي قوامه يزيد على أربعين ألف زندي أما عن أحداث هذه الحرب فقد انقسمت إلى مجموعة من الجولات أو المراحل الجولة الأولى وكانت انتصار الجيوش العربية أعقب هدنة أولى أطلقها مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لمدة شهر ثم جولة ثانية تحسنت فيها مواقع إسرائيل ومواقف القوات الإسرائيلية ثم أعقبها مجلس الأمن بهدنة ثانية تحسن أيضا فيها موقع القوات الإسرائيلية وأخيرا كانت الجولة الثالثة والتي مثلت الهزيمة للجيوش العربية أما عن نتائج هذه الحرب فتمثلت أو تلخصت فيه تكوين إسرائيل وضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية وضع الضفة الغربية تحت إدارة الأردن تهجير وتشريد الآلاف من الفلسطينيين توقيع أو عقد هدنة رودس وكذلك توقيع التصريح الثلاثي لحماية حدود إسرائيل عام 1950 ثم تحدثنا عن منظمة التحرير الفلسطينية والتي تأسست بعد انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس وكان أول رئيس لهذه المنظمة هو السيد أحمد الشقيري ثم كانت الحرب الثانية أو العدوان الثاني وتمثل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ثم كانت حرب يونيون عام 1967 والتي تمثلت أسبابها في طمع إسرائيل بالتوسع على حساب الأراضي العربية وتهديد إسرائيل بضرب سوريا وإعلان مصر إغلاق خليج العقبة أمام إسرائيل أما عن مراحلها فقد بدأت بهجوم من القوات الإسرائيلية على معظم المطارات أو الطائرات العربية وترتب عليها أو حدث فيها غزو إسرائيل للضفة الغربية والقدس وكذلك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار أما عن نتائج حرب يونيون عام 1967 فتمثلت في استيلاء إسرائيل على أراضي عربية أو أراضي من ثلاث دول عربية تشريد الآلاف من الفلسطينيين ظهور المقاومة الفلسطينية وعقد مؤتمر الخرطوم أو مؤتمر القمة العربية في الخرطوم ثم ظهر قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967 والذي نص على رفض الاستحواذ على أرض النتيجة الحرب وإنهاء حالة الحرب والاستقلال السياسي لدول المنطقة وحرية الملاحة في الممرات الدولية وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وهذا القرار وافقت عليه مصر ورفضته إسرائيل ثم ختمنا الحديث عن هذه الحروب بحرب أكتوبر لعام 1973 وعلمنا أن أسباب هذه الحرب رجعت إلى رفض إسرائيل لانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 وكذلك قرار مصر وسوريا بدخول حرب لاسترداد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وقد تمثل التخطيط لهذه الحرب في إنشاء قيادة المواحدة ووضع خطة المواحدة عرفت أنذاك باسم خطة المآذن العالية أما عن مراحل هذه الحرب فقد شملت الضربة الجوية الشاملة ثم التمهيد المدفعي المكثف واقتحام قناة السويس وهربة الجولان ثم صد الهجمات المضادة وأخيرا وقف إطلاق النار أما عن نتائج هذه الحرب فقد تمثلت فيه أهمية التضامن العربي وأهمية سلاح البطول وكسر أسطولة الجيش الإسرائيلي وتحول العرب من الدفاع إلى الهجوم وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية لذلك درسنا لهذا اليوم أحباء الطلاب سيكون مراجعة وحل التدريبات المتعلقة بهذا الدرس ويكون عنواننا تفصيلا كالتالي القضية الفلسطينية من عام 1948 وتطوراتها المعاصرة الجزء السادس أما عن أهداف الدرس فتتمثل في التالي أولا يفسر الطالب قيام حرب فلسطين لعام 1948 ثانيا يبين الطالب نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ثالثا يعدد الطالب نتائج حرب أكتوبر لعام 1973 تستطيع عزيز الطالب أن نتابع سويا هذا الدرس في صفحات كتابك المدرسي من صفحة 44 إلى صفحة 65 أما عن الهدف الأول والذي يتمثل فيه قيام حرب فلسطين لعام 1948 والتي تمثلت أسبابها في إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين وإعلان اليهود قيام إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بإسرائيل تلاها الاتحاد السوفيتي وعدد من الدول الأخرى عزيز الطالب قم بفتح كتابك المدرسي صفحة 62 واستعد لتجيب على السؤال الأول الموضوعي السؤال الأول رقم 1 أي المدن الفلسطينية كانت تحت الإدارة المصرية بعد حرب فلسطين عام 1948 هل هي غزة أم الخليل أم القدس أم الضفة الغربية الإجابة الصحيحة غزة السؤال الثاني الهدنة التي عقدت في أعقاب حرب فلسطين عام 1948 هل هدنة مدرس أم رودس أم القدس أم الفالوجة هي هدنة رودس السؤال الثالث عقدت قمة عربية لمناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي في دولة هل السعودية لبنان سوريا الجزائر الإجابة الصحيحة لبنان النقطة الرابعة في السؤال الأول أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول هل هو أحمد الشقيري أمين الحسيني عبد الكريم العلمي أم ياسر عرفات هو أحمد الشقيري السؤال الخامس أو النقطة الخامسة عقد مؤتمر قمة عربية عام 1967 لتوحيد الصف العربي ضد الاحتلال الإسرائيلي فيه هل دمشق الخرطوم الرياض الدوحة هي هي الخرطوم السؤال السادس اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعية دولية بعد هل حرب أكتوبر لعام 1973 أم حرب يونيو 1967 أم عدوان يونيو 1956 أم حرب فلسطين 1948 الإجابة الصحيحة حرب 1973 ومع السؤال الثاني بما تفسر قيام حرب فلسطين عام 1948 والإجابة إعلان بريطانيا لانسحاب من فلسطين في الرابع عشر من مايو لعام 1948 ثانيا إعلان اليهود قيام إسرائيل في الخامس عشر من مايو لعام 1948 السؤال الثاني بما تفسر قرار جامعة الدول العربية بالتدخل العسكري في فلسطين عام 1948 وذلك لإنقاذ أهل فلسطين ومساعدتهم على إقامة حكومة وطنية النقطة الثالثة بما تفسر قيام حرب يونيون عام 1967 والإجابة لتحقيق أطمع إسرائيل في التوسع والاستيلاء على الأراضي العربية ثانيا التهديدات الإسرائيلية بضرب سوريا ثالثا إغلاق خليج مصر أمام الملاحة الإسرائيلية تأييدا لسوريا السؤال الرابع أو النقطة الرابعة بما تفسر قيام حرب أكتوبر لعام 1973 بين مصر وسوريا من جانب وإسرائيل من جانب والإجابة بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية لانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وكذلك قرار مصر وسوريا بشن حرب لإعادة الوضع إلى حدود ما قبل عام 1967 1967 أما عن الهدف الثاني أو النقطة الثانية في درس اليوم وهو منظمة التحرير الفلسطينية سنجد أن هذه المنظمة هي عبارة عن كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين ويطالب بحقوقه لتمكينه من أرضه وتقرير مصيره عزيز الطالب قم بفتح كتابك المدرسي صفحة 63 واستعد لتجيب على السؤال الثالث مقالي السؤال الثالث أجب عما يلي واحد قارن بين أوضاع الدول العربية هو أوضاع إسرائيل قبل حرب فلسطين لعام 1948 سنجد أن العرب كانوا يعانون من ضعف التسليح والعدد أما إسرائيل فكانت معدة لجيش قوي ومدرب قوامه يزيد عن 40 ألف جند السؤال الثاني وضح نشأة منظمة التحرير الفلسطينية والإجابة أن هذه المنظمة تأسست عام 1964 بعد عقد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس وكانت هذه المنظمة برئاسة السيد أحمد الشقيري النقطة الثالثة اشرح أهداف خطة المآذن العالية سنجد أن هذه الخطة كانت تهدف إلى اقتحام قناة السويس وكذلك اقتحام الاستحكامات الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة النقطة الرابعة وضح مراحل حرب أكتوبر لعام 1973 والإجابة سنجد أن هذه الحرب احتوت أو اجتملت على أربع مراحل أولا الضربة الجوية الشاملة ثانيا التمهيد المدفعي المكثف ثالثا صد الهجمات المضادة رابعا وقف إطلاق النار السؤال الرابع أحباء الطلاب والسؤال يقول أي صحة العبارات الآتية واحد التصريح الثلاثي في الخامس والعشرين من مايو لعام 1950 كان في صالح إسرائيل والدليل على أن هذه العبارة الصحيحة أنه كان يقضي بالمحافظة على حدود إسرائيل النقطة الثانية كان الموقف العربي مناصرا لمصر أمام العدوان الثلاثي عام 1956 والدليل عقد القمة العربية في لبنان لمناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي وكذلك وضع بعض الدول العربية مواردها المالية والعسكرية لصالح مصر النقطة الثالثة تحسنت أوضاع إسرائيل استراتيجيا بعد حرب يونيو لعام 1967 والدليل على ذلك استيلاء إسرائيل على أراضي من ثلاث دول عربية واحتلال إسرائيل لمدينة القدس النقطة الرابعة كان لحرب أكتوبر آثارها على المقاتل العربي والدليل أن هذه الحرب أثبتت كفاءة وشجاعة المقاتل العربي وزادت من ثقته بنفسه السؤال الخامس قارم بين الهدنة الأولى والهدنة الثانية في حرب فلسطين عام 1948 أما عن الهدنة الأولى فقد تمكنت خلالها إسرائيل من إعادة تنظيم قواتها وتطويرها والهدنة الثانية أيضا استفادت منها إسرائيل في تحسين مواقعها السؤال الثاني أو النقطة الثانية في نفس السؤال تقول قارم بين قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 وقرار مجلس الأمن رقم 330 لعام 1973 سنجد أن القرار الأول رقم 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة ولم تنفذه إسرائيل حتى يوم الناس هذا أما عن القرار الثاني رقم 338 لعام 1973 فقد نص على وقف إطلاق النار أثناء حرب أكتوبر لعام 1973 السؤال السادس ما المقصود بمنظمة التحرير الفلسطينية؟ والإجابة كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين ويطالب حقوقه أما عن الهدف الثالث في درس اليوم ألا وهو نتائج حرب أكتوبر لعام 1973 من خلال عزيز الطالب كتابك المدرسي صفحة 55 وكذلك هذه الصور تستطيع أن تصل لنتائج هذه الحرب عزيز الطالب قم بفتح كتابك المدرسي صفحة 64 واستعد لتجيب على السؤال السابع السؤال السابع ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ أولا حرب فلسطين لعام 1948 فقد ترتب عليها سيطرة إسرائيل على 77% من فلسطين ثانيا تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ثالثا عقد هدنة رودس رابعا توقيع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ما سمي بالتصريح الثلاثي النقطة الثانية ما النتائج المترتبة على حرب يونيوني عام 1967 فقد ترتب عليها استلاع إسرائيل على أراضي من ثلاث دول عربية تشريد آلاف الفلسطينيين من أراضيهم ظهور المقاومة الفلسطينية وتنظيمها عقد مؤتمر الخرطوم لتوحيد الصف العربي النقطة الثالثة بما تفسر عفوا ما النتائج المترتبة على رفض إسرائيل الانتزام بالقرارات الدولية والانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 فقد ترتب عليها قيام حربي أكتوبر لعام 1973 وثلاثة وسبعون النقطة الرابعة ما النتائج التي ترتبت على التمهيد المدفعي المكثف واختحام قناة السويس وهضبة الجولان ترتب عليها اقتحام القوات المصرية قناة السويس ووصولها إلى شبه جزيرة سيناء وكذلك نجاح القوات السورية في اختراق التحصينات الإسرائيلية في هضبة الجولان النقطة الخامسة ما النتائج التي ترتبت على حرب أكتوبر لعام 1973 والإجابة أولا أهمية التضامن العربي ثانيا أهمية سلاح البترول ثالثا كسر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقر رابعا تحول العرب من الدفاع إلى الهجوم خامسا شرعية منظمة التحرير الفلسطيني السؤال الثامن ما العلاقة بين كل من؟ واحد الموقف السوفيتي الأمريكي من عدوان ستة وخمسون وفشل العدوان سنجد أن ترتب على هذا الموقف أو على الضغط السوفيتي الأمريكي انسحاب القوات المعتدية من المناطق التي اعتدت عليها النقطة الثانية ما العلاقة بين حرب أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ومنظمة التحرير الفلسطينية سنجد أن حرب أكتوبر ترتب عليها اكتساب منظمة التحرير الفلسطينية شرعية دولية النقطة الثالثة ما العلاقة بين اتفاقية الدفاع المشترك وحرب يونيوني عام الف وتسعمائة وسبعة وستون ترتب على التزام مصر بتطبيق هذه الاتفاقية قيام حرب الف وتسعمائة وسبعة وستون النقطة الرابعة ما العلاقة بين نظرية الأمن الإسرائيلية وحرب أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون سنقول الإجابة كالتالي أثبتت حرب أكتوبر زي في هذه النظرية السؤال التاسع صفحة خمسة وستون ماذا كان يحدث إذا لم تغلق مصر الخليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية لم تقم حرب يونيوني عام الف وتسعمائة وسبعة وستون النقطة الثانية ماذا يحدث إذا وافقت إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عن الف وتسعمائة وسبعة وستون الإجابة لم تقم حرب السادس من أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون النقطة الثالثة ماذا كان يحدث إذا فشلت القوات المصرية في صد الهجمات الإسرائيلية في يوم السابع والثامن من أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون الإجابة لم استجابت أو وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار تبقى لقرار مجلس الأمن رقم ثلاثمائة وثمانية وثلاثون النقطة الرابعة ماذا كان يحدث إذا لم تقم الدول العربية بوقف تصدير البترول إلى الدول المساندة لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون والإجابة لستمرت الدول الغربية في دعم إسرائيل أثناء حرب أكتوبر ولتأثر موقف الدول العربية أثناء هذه الحرب السؤال العاشر والأخير في تدريبات درسي اليوم أحباء الطلاب ويقول رتب الأحداث التاريخية التالية من الأقدم إلى الأحدث على الخط الزمني إغلاق خليج العقبة تأميم مصر قناة السويس هدنة رودس قرار مجلس الأمن رقم ثلاثمائة وثلاثون والتصريح الثلاثي أي الأحداث هذه حدث عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون سنجد هدنة رودس ألف وتسعمائة وخمسون التصريح الثلاثي ألف وتسعمائة وخمسون تأميم مصر قناة السويس ألف وتسعمائة وسبعة وستون إغلاق خليج العقبة وأخيرا ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون قرار مجلس الأمن رقم ثلاثمائة وثمانية وثلاثون أحباء الطلاب وصلنا لنهاية درس اليوم تحدثنا فيه حول مجموعة من النقاط المهمة أولا أسباب حرب فلسطين لعام الف وتسعمائة وثمانية واربعون وكذلك ما هي أو تعريف منظمة التحرير الفلسطينية وكيف نشأت هذه المنظمة وأخيرا كان النتائج المترتبة على حرب أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون عزيز الطالب ارجعلنا على المنتدى والحلقات النقاشية لو عندك أي سؤال أو استفسار قم بحل الواجب الإلكتروني المتعلق بالدرس وأخيرا نتمنى لكم تمام التوفيق والسداد والرشاد ونترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية